مرحبا بكم من جديد أيها الرائعون قبل أن نبدأ ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديوهاتنا لحظة نشرها اختفاء أم السيف قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض أحلى سنتين مرأوا بحياتي السنتين اللي عشتا معكم أشهر يوتيوبرز سورية تثير الجدل بفيديو يكشف تعرضها للخطف قضينا أياما كتيرة على اليوتيوب حلوة مع بعض عشت أحلى عامين بحياتي معاكم على اليوتيوب وجاء الوقت أترك اليوتيوب ومعدش أنزل فيديو جديد عليه باي تلك كانت كلمات الأخيرة التي قالتها اليوتيوبرز السورية الشهيرة أم السيف والتي يتابع حسابها حوالي خمس مليون شخص لتثير ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باختفائها بشكل مفاجئ وهلأ جاء الوقت اللي صار لازم فيه أني أترك اليوتيوب أنا ما عاد أنزل أي فيديو عن اليوتيوب بس حابة أني لكون شغلة في لالة تحدث اليوتيوبرز المعروفة باسم أم سيف عبر الفيديو الأخير لها لاحظ رواد التواصل ومتابعيها وهي تقوم بإشارة تفيد بطلب المساعدة والاستنجاد بمتابعيها حيث بد عليها علامات الخوف والرعب وكأنها تتعرض للتهديد من قبل أحد الأشخاص ويرى بعض رواد التواصل الاجتماعي أن الإشارة التي قام بها اليوتيوبر في الفيديو الخاص بها الذي لا يتعد مدته ثلاثون ثانية تدل بأنها تتعرض للعنف المنسلي أو للخطف وهذا ما جعل متابعيها في حالة من القلق وخاصة بعد اختفائها بشكل تم ويثير اختفاء اليوتيوبر السورية أم سيف حالة من القلق بين نشطاء التواصل الاجتماعي لكون أم سيف إحدى اليوتيوبرز التي يشتهرن باحتراف لعبة بابدي حيث يتابعها الملايين حول الوطن العربي وخارجه ويرى متابع أم سيف أنها تتعرض للترهيب والتهديد وأن أحدا ما يقف أمامها يلقنها ماذا تقول للمتابعين إذ قالت إنها مضطرة للابتعاد رغم الأيام الأجمل في حياتها التي قضتها مؤخرا وظهرت أم سيف بالمقطع في قصر كبير وجميل لكن ما أثار انتباه المتابعين هو أن المشهورة قد انتقلت أخيرا إلى منسل جديد لكنه ليس الذي كانت تتحدث من داخله في ذلك الفيديو وقال أحد المتابعي أم سيف على اليوتيوب إن المكان لا يدل على بيتها موضحا أن الحائط الأخير يميل إلى البياض لكن القديم أقرب إلى اللون الأصفر مع تغير ملامح الوجه المريبة مشاهدي قناتنا الأعزاء وصلنا إلى نهاية الفيديو تشجيعا لنا اضغط على إيقونة الإعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنتشرف بك ضيفا عندنا ترجمة نانسي قنقر